الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال أعزائي الطلبة طلبة الصفة الثالثة المتوسط في ثانوية عشتار الأهلية اليوم أنا درس جديد في مادة الكيمياء اليوم موضوعنا هو أولا ترتيب لويس وما فائدة هذا الرمز في كتابة بعض المركبات أو بعض الأهل العفو العناصر قبل ما أعرف شون ترتيب لويس لازم أعرف شون تكافؤ العنصر اللي يعتمد علي ترتيب لويس تكافؤ العنصر في الصفة الثانية المتوسط هو عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الرئيسي الأخير يعني في الغلاف الخارجي التي يمكن للذرة أن تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها أثناء دخولها في تفاعل كيميائي إذن راح أعتمد آني ترتيب لويس على هذه الإلكترونات الموجودة وين في الغلاف الخارجي رمز لويس هو ترتيب شوف هذا تعريفه جدا مهم يجي دائما وزاري طبعا بالإضافة لأنه يجي من ضمن الأسئلة يعني بالأسئلة اللي بيها حل رياضي هو ترتيب الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير لذرة عنصر في مستوى الطاقة S و P فقط يعني اللي عندها مستوى طاقة D و F لا ينطبق عليها رمز دوس لا ينطبق عليها رمز دوس فإذن فقط مستوى الطاقة S و P بطريقة صورية على شكل نقاط حول رمز العنصر شوفوا نوياي هاي الصورة الرمز نحطه بالنص نخلي نقاط داير ما داير هذا الرمز والنقاط لا يتعدى أي لا يتجاوز عددها عن ثمان نقاط وهي وهي تمثل عدد الألكترونات فكل واحد من هذن النقاط هتمثل لي الكترون كل نقطين تمثل لي مزدواج الكتروني فإذن يعتمد هذا الترتيب على الألكترونات الموجودة في غلاف التكافؤ طبعا هذا فتبعض الأمثلة على رمز لويس عندنا الهايدروجين عنده نقطة واحدة لأنه بغلاف التكافؤ مات الألكترون واحد الهيليوم نقطين لأنه بغلاف التكافؤ مات الألكتروني الليثيوم غلاف التكافؤ طبعا غلاف التكافؤ الأخير الكترون واحد وهكذا لبقية العناصر كيف يكتب رمز لويس على ماذا أعتمد وأكتبه أول فقرة قلت لكم إياها أنه أندي غلاف تكافؤ لازم أعرف العدد الألكترونات الموجودة بي فإذا يكتب رمز العنصر محاط بنقاط تمثل كل نقطة الكترون واحد وكل نقطتين متجاورتين زوجا الكترونيا وتوزع منفردا بالجهات الأربع يعني من أول ما أبدي أخلي هاي النقاط أخليها بشكل منفرد أول شي وبعدي أسوي عملية الازدواج زي وهاء أنتو تعلمتوها ويتم التوزيع حسب العدد الذري كما في الشكل اللي راوت لكم قبل شوية اللي هو الرمز وعلي النقاط حس مثلا خلي نشوف شلون نطبق هذا بالأمثلة فمن أخذ لمثال أكتب رمز لويس للعناصر الآتية عندي مثلا الهايدروجين واحد ناخذ الهايدروجين واحد الهايدروجين شون أسوي لترتيب إلكتروني 1S1 إذن الغلاف الأخير مات منه هو 1S1 الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير هو عندي بس واحد مستوى واحد فإذن إلكترون واحد رمز لويس الجانب ونغطة واحد ومثال إلكترون واحد نجي لي البرون خمس أهم أسوي لترتيب إلكتروني 1S2 2S2 2P1 الغلاف الأخير 2S2 2P1 فكم إلكترون بالغلاف الأخير 2 1 3 فإذن 3 شون أرسم أخلي البرون الرمز مات بالنص أخلي ثلاث إلكترونات بجهات مختلفة النيون 10 أسوي 1S2 2S2 2P6 فش قد عندي بالمستوى الأخير عندي 2 8 فأخلي التوزيع الإلكترونات أخلي عنصر النيون وأوزع داير مدايرة 8 الإلكترونات على أن يكون 2 بالأعلى 2 بالجانب من جهة اليمين و2 بالجانب من جهة اليسار و2 في الأسفل وكذلك المغنيسيون نجد أنه الغلاف الأخير هو الغلاف الأس بألكترون وأحط رمز العنصر وأخلي نقطين بجهات مختلفة السيليكون أيضا نجد أنه الغلاف الأخير ب 3S2 3P2 فالغلاف الأخير يحتوي على 4 الإلكترونات فبالتالي أخلي رمز العنصر SI وأخلي الإلكترونات بجهة بأربع جهات مختلفة مثال لدي مثال أعتبره شامل ذرة عنصر مرتبة فيها الألكترونات كالآتي 1S2 2S2 2B4 ما عدد الألكترونات في هذه الذرة لدي عدد الألكترونات 8 ما العدد الذري 8 لأنه عدد الذري يساوي يساوي للعدد الألكترونات ما عدد مستويات الطاقة الثانوية المملوئة بالألكترونات بما أنه قل لي مستويات الطاقة الثانوية المملوئة بالألكترونات فراح أعرف المستوى S 1S2 و 2S2 فقط المملوئة لكن 2B4 غير ممتلئة بالألكترونات غير ممتلئة بالألكترونات ما عدد الألكترونات غير المزدوجة عدد الألكترونات غير مزدوجة اثنان فقط طبعا هاي الاثنان فقط ما اعرفها اذا ما ارسم الاربيتالات فملاحظة انه لازم ترسم الاربيتالات مالت هذا الترتيب الالكتروني يعني ارسم لي الاس 1s2 2s2 2p4 رمز لويس رمز لويس رح يعتمد لي عليمن الالكترونات في الغلاف الخارجي الغلاف الخارجي 2s2 2p4 في 2 و 4 6 فاخلي رمز العنصر اللي هو الاكسيجين انا اعرفته واخلي 6 الالكترونات حول العنصر نأتي الان الى موضوع جدا مهم وهو الجدول الدوري وهو الاساسي في علم الكيمياء ما هو تعريف الجدول الدوري اريد فتصورة عن الجدول الدوري يعتبر اهم اداة لدارسي الميلكيمياء يعتبر اهم اداة لدارسي الميلكيمياء ومن بين فوائده المتعددة توقع وفهم خواص الاناصر هذه كلش مهمة فمثلا اذا علمتها الخواص الفيزيائية والكميائية لانصر في هذه في زمرة او دورة راح نعرف خواص العناصر اللي موجودة في زمرته او في دورته عرفتو شنو القصيد يعني اذا عرفت فتعنصر من عناصر الزمرة عرفت الخواص ما تتراح اخمن واتوقع خواص العناصر الاخرى اللي تنتمي الى فخليني اعرف شنو الدورة الدورة تمثل الترتيب الافقي الافقي يعني هي تش الخط العدل الافقي هذا سحولة افقي وتمثل الترتيب الافقي لنجموعة من العناصر حسب الزيادة في ترتيب الكتروناتها اي زيادة عددها الذري في الجدول الدوري وتمثل رقم المدار الاخير تمثل رقم المدار الاخير يعني رقمها يمثل رقم المدار الاخير اما الزمرة تمثل الترتيب العمودي لمجموعة من العناصر يعني عمودي هي من العناصر في الجدول الدوري وتكون هذه الاناصر متشابهة في اغلب خواصها الكيميائية هاي جبتلكم في الشكل نموذج من الجدول الدوري اعزائي هذا طبعا اللي عدكم انتو اللي صورتوه برمز العنصر ويعني اكثر تفاصيل فهذا هو ديزاين مال الجدول الدوري العمود مال اللي شوفوه ج طويل هذا هذا العمود هذا العمود هذا العمود هذا يسحول هن S block يسحول هن تجمع S S block يعني تجمع S نيجي إلى هذا البنص هذا البنص المربع أو المستطيل المستطيل اللي بمجموعة من العناصر يسحوله تجمع D أو D block هذا البجهة اليمين هذا البجهة اليمين يسحوله P block P block أو تجمع P هذا البلأخير يسحوله F block من شفت S و D و P و F رأساً توقعت أنه ينتهي بالمستوي الثانوي مثلاً هذا ينتهي بالمستوي الثانوي S وهذا ينتهي بالمستوي الثانوي D وهذا ينتهي بالمستوي الثانوي P وهذا ينتهي بالمستوي الثانوي F يعني بترتيب الألكتروني راح ينتهي بهذا المستوي الثانوي فلذلك صنفوهن هذا S هذا G هذا P هذا F تمام؟ فهذا التصميم جدا مهم تكونون عارفي S DPF ضروري تكونون عارفي تصنيف العناصر فيه الجدول الدوري ما الذي يحدد ما هو الذي يحدد الخواصة الفيزيائية والكيميائية للعنصر شو تتوقعون شنو الشي اللي يحدد للخاصية الفيزيائية والكيميائية للعنصر شوف شن اللي يحدد تقوم الالكترونات بتحديد الخواصة الكيميائية والفيزيائية للعنصر وخاصة الالكترونات التكافؤ يعني اللي يحدد لسلوك المادة وخواصة الكيميائية والفيزيائية هي الالكترونات الموجودة وين؟ في الغلاف الخارجي يمكن تقسيم الأناصر إلى أربع تجمعات تبعا لنوع المستوى الثانوي الذي ينتهي بالترتيب الالكتروني مثل ما قلت لكم هس عندي تجمع S و P و D و F مثل ما قلت لكم مراوة لكم بالجدول الدوري فراح نجي نتعرف على هذه التجمعات واحد واحد أناصر تجمع S أو يصحولها بلوك S شنوها تعريفها؟ هذا التعريف حفظ هي الأناصر التي تقع أقصى يسار الجدول الدوري وتضم الزمرتين الأولى هاي آي اي معناها أولى باللاتيني آي آي اي هاي معناها الثانية والتي انتهي ترتيبها الألكتروني بمستوى الطاقة الثانوي S أدله اليوم حيث يوضع مع الأناصر النبيلة في أقصى من الجدول الدوري هسا من أخذنا الجدول الدوري أو خلوا قدامكم أنتم من داتقرون شوفوا لي جهة اليسار جهة اليسار أكو زمرتين عموديين هذول يصحولهم تجمع S السبب أنهم قالوا عليهم تجمع S لأنه ينتمون بالغلاف S بالغلاف الخارجي S هاي أوه الشغلة ما عدا الهيليوم الهيليوم وين خلوه؟ خلوه بالجهة اليسرى في أقصى اليسار مع الغازات النبيلة ملاحظة تضم أعناصر الزمرت الأولى مستوى طاقة ثانوي S يحتوي على الكترون واحد يعني الزمرت الأولى الغلاف الأخير مالتها S يحتوي على الكترون واحد بينما الزمرت الثانية مستوى الطاقة الثانوي S راح يحتوي لي علي الكترونين على الكترونين نأتي إلى التجمع اللي بعده تجمع البلوك P وهي العناصر التي تقع يمين الجدول الدوري يمين الجدول الدوري التي ينتهي ترتيبها الألكتروني بالمستوى الثانوي P هذاني نحفظهن هذاني نحفظهن V I I A V I A V I A V I A V I A V I A يعني الثالث الرابع الخامس السادس السابع وأخيرا الثامن هذاني نحفظهن بالرمز تمام بالرمز نحفظهن أرف العناصر النبيلة وهي العناصر التي تقع في أقصى يمين الجدول الدوري وتكون آلفة الثانوية من نوع S وبمشبعة بالألكترونات وتكون مستقرة وغير فعالة لماذا الأناصر النبيلة تكون مستقرة؟ ليش؟ نقول ذلك لأنه غلافه الثانوي من نوع P و S مشبع بالألكترونات وإحنا أرفنا السلوك للذرة في تفاعل كيميائي على منه يتمدي على ألكترونات الغلاف الخارجي وبما أنه مشبع فما رح يصير بأي فعالية ويكون مستقر تسمى عناصر الزمر الثالثة بفلزات الأثربة القلوية العناصر الزمر السابعة تسمى بالهالوجينات وعناصر الزمر الثامنة بالعناصر النبيلة أناصر تجمع D بلوك وهي أناصر فيلزية ينتهي الترتيب الإلكتروني لها بالمستويان الثانوين D و S ويطلق على هذه الأناصر بأناصر الانتقالية هذا اسمها الثاني الأناصر الانتقالية أو أناصر المجموعة B وتقع وسط الجدول الدوري أناصر تجمع F وهي الأناصر المتجمعة في أسفل الجدول الدوري وينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوي الثانوي أو يطلق عليها بالأناصر الانتقالية الداخلية وتضم 14 وتضم 4 أنصر وتنتمي إلى الدورتين السادسة والسابعة هاي ضروري تحفظون كل تجمع التعريف مات الآن نأتي إلى كيفية معرفة يعني ناخذ عنصر من الأناصر الجدول الدوري وريد أعرفه بيا دورة وبيا زمرة من غير ما أباوع الجدول الدوري أريد أعرفه بيا زمرة وبيا دورة رح نتبع خطوات معينة أولاً لازم نكتب الترتيب الإلكتروني لهذا العنصر ضروري تمام؟ نكتب الترتيب الإلكتروني لهذا العنصر رقم الدورة هو أعلى رقم للمستوى الرئيسي يعني رقم الغلاف الأخير يمثل الدورة رقم الغلاف الأخير يمثل الدورة أما الزمرة يعرف من عدد الإلكترونيات في الغلاف الخارجي شكت عدد الإلكترونيات في الغلاف الخارجي؟ هذي يمثل للزمرة ملاحظة إذا كان المجموع الألكترونات في المساطق الرئيس الأخير ثمانية ثممان الألكترونات يعني هذا العنصر لمن يتبع الزمرة صفر أو تسمى بزمرة العناصر النبيلة ما عدله اليوم يحتوي على ألكترونيا فقط فينتمي إلى زمرة العناصر النبيلة نأتي إلى مثال تطبيقي على هذا الكلام ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من العناصر الآتية؟ عندي أوكسجين، كلور، بوتاسيوم، نيون فأخذ الأكسجين أول شيء أسوي لترتيب ألكتروني مثل ما اتفقنا 1S2, 2S2, 2B4 الدورة الدورة ماتة هي الدورة الثانية ليش؟ لأنه اعتمدت عليما على عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير لكن الزمرة راح أجم عدد الإلكترونات الموجودة وين؟ عدد الإلكترونات في الغلاف الخارجي فرح أجم ع 2.4 ينطيني 6 نجي إلى الكلور، إذن أسوي لترتيب إلكتروني والدورة ماتة هي الثالثة حسب الغلاف الأخير والزمرة هي 7 لأنه جمعت الإلكترونات وهكذا بالنسبة إلى النيون والفوتاسيون لما ينطيني مثال ما الشيء المشترك بين مواقع العناصر الآسية هم لازم بهيش سؤال لازم ألقى الدورة والزمرة لهم هذول العناصر واشوفهم ما وين مشتركين بالزمرة، بنفس الزمرة، لو بنفس الدورة في الليثيوم والصوديوم والمغنيسيوم اش راح ألق، اش لق الليثيوم هو في الزمرة الأولى والدورة الثانية الصوديوم ينتمي إلى الزمرة الأولى والدورة الثالثة أما المغنيسيوم فهو بالزمرة الثانية لكنها دورة دورة ثالثة إذن الرابط بين الليثيوم والصوديوم يشتركان في زمرة واحدة وهي الزمرة الأولى هاي عندي زمرة أولى وهذا عندي زمرة أولى أما الذي يربط بين الصوديوم والمغنيسيوم فيشتركان بدورة واحدة وهي الدورة الثالثة هكذا تقولون عند إجابة هكذا من الأسئلة مثال آخر أيضا مشي المشترك بين مواقع الأناصر الآتية عندش نيون و بورون و بريليون فهمتين ألقي زمرة مالتهم والدورة فلقيت هذول ثلاث عناصر يشتركون في دورة واحدة وهي الدورة الثانية شون عرفت الدورة هذا رقم الغلاف الأخير الثنين هذا رقم الغلاف الأخير الثنين هذا رقم الغلاف الأخير الثنين معناها شنو ينتمون إلى الدورة الثالثة نأتي ما الدورة والزمرة التي يقع فيها كل من الأناصر الآتية الدليثيوم كاربون و ألمينيوم هذا يقع وين بالدورة الثانية الزمرة الأولى هذا يقع في الدورة الثانية الزمرة الرابعة هذا يقع في الدورة الثالثة الزمرة الثالثة أيضا ما الشيء المشترك هاي دائما الأسئلة تتكرر ما الشيء المشترك بين هذين الأناصر يجب أول شيء نكتب الترتيب الإلكتروني بعدين نحدد بيا دورة ويا زمرة دورة نعتمد على رقم الغلافي الأخير هذا الدورة الثانية هذا الدورة الثالثة هذا الدورة الثالثة هذا السمرة الرابعة لأنه رح أجمع 2 ب 2 هذا الزمرة الرابعة أيضا هذا الزمرة الخامسة تمام فأرفض كل واحد من عدهم شنو الدورة والزمرة مالتة فأشوف شنو الشيء المشترك بياناتهم رح أجي أقارن هذا وهذا ينتمون إلى نفس الزمراء وهي الزمراء الرابعة هذا وهذا ينتمون إلى نفس الدورة وهي الدورة الثالثة وانم لو نأتلكم إياها نفس الشيء إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم يارب تكونون استفدتم وإن شاء الله أشوفكم على خير مع السلامة